اشتركوا في القناة للمراكز الشبابية في نسختها ثانية والتي تنظمها وزارة الشؤون الشباب والرياضة وذلك تزامنا مع ذكرى الخامسة عشرة لميثق العمل الوطني على البلعب الرملية لساحل النادي البحر بمحافظة العاصمة حيث قام الجدر بتفقد موقع البطولة مبديا ارتياحه من التجهيزات التي قامت بها كوادر الوزارة في تهيئة موقع البطولة سيطرت تعادل الإجابي بهدفين على مباراة قمة الجولة الحدية عشر من دور الدرجة الأولى لكرة القدم والتي جمعت بين الحد المتصدر والمحرق الوصيف تفاصيل اللقاء في التقرير التالي الترقب والحذر والابتسامة الواثقة أمور نلحظها من خلال لقطات خاطفة فالنظرات كلها هادفة لتحقيق النقاط الثلاث المباراة تجمع بين المحرق وجاره الحد ورغم كل المحبة والود إلا أن كل فريق يسعى لتحقيق الانتصار عيسى السعدون هو من يخطف الأنظار في أولى مبارياته مع فريق المحرق الذي سيطر على أولى الدقائق فترجم سيطرته بهدف أحرزه اسماعيل عبداللطيف المحرق بعد الهدف تراجع ومن يتراجع للخلف يتلقى الأهداف تأكدت هذه القاعدة بهدف للاعب الحد النجيري أوريك فتجددت الأمال لفريق الجنرال المدرب سلمان شريدة وهو صاحب الخبرة بهذا المجال شوط انتهى بالتعادل بهدف لمثله وهي نتيجة لا تلبي تطلعات الفريقين فبدأ الشوط الثاني والسعي من الفريقين نحو الهدف الثاني وهو الأمر الذي تحقق للفريق الأحمر عبر هدافه اسماعيل عبداللطيف الذي عاد لهز الشباك ولم يكن هو الوحيد الذي عاد فالحد تمكن من أن يعود برأسية لعبد الوهاب المالود والفرق بين الهدفين الأول والثاني لم يتعدى الدقيقتين وعدد من الثواني ورغم أن التعادل ليس من ضمن الأماني إلا أن المباراة بعد ذلك لم يكن فيها ما يستحق السرد غير حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب محمد عبدالله قبل دقيقتين من النهاية التي شهدت بقاء الحد في الصدارة وعدم تعرضه للخسارة فيما أبقى المحرق يوم أمس على فارق النقاط الخمس في المقابل تمكن فريق الحالة من الفوز على الأهل بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد البحر الوطني الحالة افتتحت أسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق اللعب محمد فؤاد وعادل اللعب عماد زعتر النتيجة للأهل في الدقيقة السابعة والأربعين فيما سجل المحترف البرتغالي تورس هادة في الفوز للحالة في الدقيقة الرابعة والخمسين ليرفع الحالة رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة فيما ظل الأهل على رصيده السابق بإحدى عشرة نقطة تورس البرتغالي تمكن فريق المنامة من تحقيق الفوز على الحالة بثلاث وثمانين نقطة مقابل ست وسبعين نقطة وذلك في المباراة النهائية الأولى لمسابقة كأسيزين البحرين لكرة السلة والتي قيمت على صالة الاتحاد البحرين لكرة السلة بأم الحصم ليقطع المنامة شوطا كبيرا نحو التثويج باللقب بفوزه في المباراة الأولى من أصل خمس مباريات اشتركوا في القناة